اشتركوا في القناة وإل وحنبدأ على طول كده نتعود النجام بإل وإل يكون موجوده الضمير مين؟ الضمير اللي شرحناه المرة اللي فاتت طيب بعد كده عندي هنحفظ ايه كمان الحسة يا ولاد هتكون او الحفظ كله هيكون باقي الأفعال بقى مش هديك خلمات هيكون أفعال أول حاجة عندي الوحشين دول احنا حفظينهم كده كده كأننا بنرجع عليه عندي هنا بمعنى يكون جو سوية إل ايه إل ايه اون ايه نو سم وزت إل سم أل سم بعد كده عندي الوافعال جو سم إل ايه إل ايه انا نوزا وزاو يلزا ايه 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 و بعد كده عندي غوز الوافعال عندي هنا بوار بمعنى يشرب جو بوار تيو بوار إل بوار أل بوار أون بوار طيب بصوا حلوين وانتو بتحفظوا الفيرب ده خلي بالك إنهو مش مجموعة أولى ده منتهي بأغ او مش او اغ دي أول حاجة بتلاقي بص كده عشان تسهل على نفسك الحفظ هتلاقي الجو والتو أخدوا زي بعض وعندك طبعا إل وقل وأن بياخدوا زي بعض الجو والتو منتهيين بحرف الاس وإل وقل وأن منتهيين بحرف الت طيب بعد كده عندك برب غوار بمعنى يريد جو تي في إل في إل في أون في برضو الجو والتو اتفقوا زي بعض نفس التصريف ونفس الشكل وإل وقل وأن نفس الشكل طيب بعد كده عندنا برب دورمير بمعنى ينام جو دور تي دور إل دور أل دور أون دور برضو جو والتو ما لهم اتفقوا وإل وقل وأن اتفقوا جو والتو زي بعض وإل وقل وأن زي بعض بصوا بقيا حلوين بالنسبة للدفوغ اللي حنحلو نبعثو على جروب التليجرام بعد ما نحفظ نحفظ الخمس أفعال اللي أنا قلته لكم نهاردة في الفيديو هتبدأوا تحلو عليها الكسرسيز اللي هو بادج كام بادج سيس بيكون موجود على إيه باقيته وفاق بأفوا نحفظ كويس وبعدين نحل وبعد كده عندنا البادج اللي بعدها بادج ست هتكون على التصريفات الأفعال اللي احنا برضو إيه لسه أرينا يبقى دفورة كل أفعال النهاردة يلا ربنا يوفاكو جميعا وأقول لكم يخسيبوكو وفاق باقيته وفاق باقيته وفاق باقيته اشتركوا في القناة